جماعة وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدد أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامين والرأي لما يستعطف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقطموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشداد الأحزاب ونبدة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الإيث ونفتة الشيطان ومطفئ السنن ويحكم هؤلاء تعضدون وعنا تتخادلون أجل والله غدر فيكم قديم وشدت عليه أصولكم وتأزلت فروعكم فكنتم أخبى الثمر فكنتم أخبى الثمر تاشجي للناظر وأشد للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين أثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمياه ونفوس أبياه من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العداد وخد لان الناصر فإن نهزم فهزامون قدمان وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فقل للشامتين بنا أفيقوه سيلقى الشامتون كما لقينا إذا ما الموت رفعان ناسين بكلكله أناخ بآخرين أما والله لا يمكثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدوروا بكم دور الرحاء وتفلقوا بكم فلق المحوار عهد عهدا عهدا إلي أبي عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم رفع يده المقدن ثم رفع يده نحو السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنين يوسف وصلت عليهم غلام ثقيف يسقيكم كأسا مصبرا فإنهم كذبوناه وخذلوناه وأنت ربنا عليك توكنا وإليك المصير واستدعى عمر بن سعد فدعيا له وكان كارها لا يحب أن يأتيه فقال أي عمار أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلا دري وجرجان والله لا تتهنأ بذلك أهد معهود فاصنع ما أنت صانع فإنك لا تفرح بعدي في دنيا ولا آخرة وكأني برأسك على قصبه يتراماه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم فصرفا بوجهه عنه مغضبا فإننا لله وإننا إليك